بسم الله الرحمن الرحيم عزائي الطلبة وطالبات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نواصل دروس الخاصة بشعبة الهندسة الميكانيكية ونتطرق اليوم إلى درس في عقد المرحلة نقترح النظام الآلي لغلق العلب الممثل في الرسم الذي أمامكم وبالتحديد في نظام جر الملفاف الممثل بالرسم التجميعي بالنسبة للعجلة رقم 25 نريد إنجاز عقد مرحلة لإنجازها الرسم الذي يظهر أمامكم هو الرسم التعريفي للعجلة رقم 25 أين تظهر كل المعلومات الخاصة بهذا العجلة شكل أبعاد مواصفات هندسية وحالات السطوح إذن لابد من إنجاز سير الصنع لتحقيق هذه الوثيقة إذن نستنتج سير الصنع انطلاقا من المعطيات التي تكلمت عليها من قبل اللي هي الشكل الأبعاد والمواصفات إذن من جدول الإجبارات وجدول المستويات نستنتج العمليات عفوا نستنتج المراحل التي تنجز فيها هذا القطع إذن بالنسبة للمراحل عندنا المرحلة المئة وهي مرحلة خاصة بمراقبة الخام تنجز هذه المراقبة في منصب أو في ورشة المراقبة إذن لا يبدأ من التأكد بأن هذا الخام قادر على إعطاء هذا العجلة المسننة أو هذا القطع رقم 25 بالنسبة للمرحلة مئتين العمليات التي تنجز فيها هي إنجاز السطح ثمانية وتسعة ويكون في منصب الخيراطة في المرحلة الثمية ودائما على منصب الخيراطة نقوم بإنجاز السطح واحد واثنين ثلاثة أربعة بنسبة للمرحلة ربعمية وهي مرحلة نقر على آلة أو في منصب النقر نقوم بإنجاز المجرى خمسة ستة سبعة في المرحلة خمسمية وهو إنجاز السطح عشرة ليكون في منصب التفريز في نحت الأسنان والمرحلة الستمية هي مراقبة نهائية لتكون في ورشة المراقبة بحيث نتأكد بأن القطعة صحيحة معناه حصلنا على القطعة أو على المواصفات التي طلبناها في الرسم التعريفي إذن لإنجاز عقد المرحلة لابد باش يكون عندنا أو لابد من معرفة الفرضيات الخاصة بالصنع إذن هنا يكون العجلة المسننة رقم خمسة وعشرين تحصلنا عليها عن طريق الحدادة من مادة سي خمسة وثلاثين السمك الإضافي للصنع يقدر بثنين مليمتر بالنسبة لسلسلة سلسلة سلسلة الإنتاج أو الإنجاز هي سلسلة صغيرة متمثلة في خمسين قطعة شهري لمدة سنتين قابلة للتجديد بالنسبة للورشات أن الورشات مجهزة بالآلات العادية والنصف أوتوماتيكية أو أوتوماتيكية وذات تحكم عددي للسلسلة الصغيرة إذن لإنجاز عقد المرحلة بخاص بهذه المجموعة لابد لابد من رسم المرحلة أو رسم القطعة في نهاية المرحلة أو كيف تكون عند الانتهاء من صنعها في هذه المرحلة ثم نبين الوضعية الإيزوستاتية وأبعاد الصنع اللازمة لتحقيق هذه السطح وعندنا كذلك تشمل هذه الوثيقة معلومات الصنع خاصة بالعمليات وعناصر القطع وأدوات القطع والمراقبة إذن الوثيقة التي أمامكم هنا فيها الجزء الأعلى أو العلوي خاص ب شروط أو خاص بالتصنيع إذن عندنا رقم المرحلة المنصب الآلة المجموعة إذن هذه كلها عناصر خاصة بالتصنيع في الجزء الثاني اللي في الوسط هنا راح يشمل رسم المرحلة بجميع المعطايات ثم عندنا الثلث اللي راح في الأسفل إذن هنا راح نشوف العمليات التي ننجزها و شروط القطع لتتمثل في السرعة والاختراق وسرعات القطع والتغذية بالنسبة للأدوات راح نشوف الأدوات القطع والمراقبة إذن بالنسبة للجزء الأول إذن عندنا رقم المرحلة هي المرحلة 200 كما شفنا في جدول سير الصنع بالنسبة للمنصب هو منصب خراطة الآلة هي آلة آلة خراطة متوازية بالنسبة للمعلومات الخاصة بالقطعة إذن المجموعة الموجودة فيها القطعة هي نظام الجر للملفاف العجلة المسننة 25 هي القطعة مادة الصنع هي C 35 السلسلة صغيرة بالنسبة للتركيب هنا راح نستعمل التركيب في الهواء لأن القطعة ذات طول قصير وقطر كبير مقارنة بالطول في رسم المرحلة إذن أول شيء نقوم برسم القطعة عند نهاية المرحلة و نقوم برسم السطوح التي تشغل في هذه المرحلة بالخط الساميك اللاحظة هنا السطح رقم 8 والسطح رقم 9 ثم نمثل الوضعية الإيزوستاتية إذن هنا منصب خيراطة عندنا تركيب قصير لماذا؟ لماذا؟ لأن قطر القطعة أكبر من طولها إذن سيكون عندنا إسناد مستوي ممثل ممثل بالنواظم 1 2 3 يلغي 3 درجات للحرية وتركيز قصير الممثل بالنواظم 4 و 5 تلغي درجتين للحرية ثم لعملية القطعة لابد من عملية حصر القطعة على هذا المساند بعد تمثيل الوضعية الإيزوستاتية نقوم بوضع الأبعاد الصنعة الخاصة بإنجاز السطح فبالنسبة للسطح ثمانية عندنا بعد الصنعة هو CF1 بعد الصنعة هو CF1 بالنسبة ل إنجاز السطح رقم 9 بعد السطح هو 2 CF2 إذن وهذا القيم راح نشوفها على الرسم التعريفي إذن هذا القيم CF1 و2 CF2 نستخلصها من أو نستنتجها من الرسم التعريفي إما بالتحويل المباشر أو إذا كانت القيمة مايش موجودة في الرسم التعريفي نقوم بتحويل الأبعاد حتى نتمكن من إيجاد قيمة هذا CF1 و2 CF3 ثم نمثل الأدوات في وضعية التشغيل إذن لتشغيل السطح رقم 8 في الاستعدال نستعمل هذه الأدات اللي هي أدات خرط ما إلى 45 درجة حركة حركة التغذية تكون عرضية بالنسبة لأدوات القطع أن الأدات رقم 1 هي أدات تسوية إذن بحركة قطع M A حركة عرضية لإنجاز السطح 8 وبالنسبة للأدات الثنين هي أدات سكين للخرط الطولي بحركة تغذية M A إذن هذا هو الجزء الثاني بالنسبة للجزء الثالث وهي الجدول التي يحمل فيه المعلومات الخاصة بعمليات التصنيع وعناصر القطع والأدوات العملية 221 هي عملية تسوية لسطح 8 في الاستقراب بعد الصنع CFI يساوي 36.5 سرعة القطع مستنتجة من جداول السرعات أن نستخرجها أو نتوصل لها بالمعادلة ميل VC سور PD F هي التغذية و من سرعة الدوران والتغذية نتحصل على سرعة تغذية VF تساوي 30 و عندنا عمق التمريرة يساوي 1.5 إذن في تمريرة واحدة الأدات المستعملة هي أدات تسوية العملية 222 هي تسوية 8 في إنهاء ب CFI يساوي 36 زائد ناقص 0 1 سرعة القطع 120 إذن وهنا نستنتج بنفس الطريقة قيم سرعة الدوران هنا التغذية تكون 0.05 نستخرج سرعة التغذية والاختراق يكون 0.5 مليمتر بنفس الأدات وبنفس أدات القطع وأدات المراقبة العملية 203 نمر للخرط الطولي للسطح رقم 9 في الاستقراب CFI يساوي 84.5 إذن هنا من بدلش خصائص القطع وهي سرعة القطع والاختراق يكون هنا 0.1 وتغذية تكون 0.1 والاختراق 1.5 ثم نقوم بعملية الإنهاء بالخرط الطولي بنفس الخصائص إذن سرعة القطع 120 والتغذية 0.05 وبعمق تمريرة يساوي 0.5 بأدات سكين وبمعيار للمراقبة إذن هذه الأجزاء الثلاثة هم اللي يكونوا وثيقة عقد المرحلة المتكونة من هذا كل المعلومات موجودة بداخلها وهكذا يمكننا إنجاز هذه القطعة بتطبيق هذا الشروط على القطعة إذن نصل إلى نهاية هذا الدرس نتمنى لكم التوفيق ونضرب لكم موعدا في دروس أخرى فإلى ذلكم الحين نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر